بسم الله الرحمن الرحيم برضو الجرافين كونتم دوتس قريبة جدا من الكربون كونتم دوتس لما تشوف الناس مسلا اللي بيحضروها تلاقي يقول لك ايه مسلا هجيب شوات سيتريك اسيت انا قلت لك سيتريك اسيت حاجة رخيصة جدا مش صعبة ويسخنوا في توماستك مايكرويف يعني كيتش مايكرويف عادي خلص لمدة اربعة دقيقة وعدني يشيبه وخلاص على كده بعد كده بيعمل دالس انا كلمتك بدالس از الفيديو اللي فات فكده هو طلع جرافين كونتم دوتس الجرافين صعب تحضيره وفي ناس بتحتاج هيدروسير ملو شغلانة هو كده بيقول لك انا طلعت جرافين كونتم دوتس بالطريقة البسط خالص دي فسكته سهلة ونظريا تقدر تحضر بينه كميات كبيرة كيتش مايكرويف انت ممكن كل اللي مسلا هو هنا استحتاج اربع دقايق انت لو هتشغاله اربع دقايق وتسيبه ابرد اربع دقايق كمان بين اربع دقايق واربع دقايق كمان نظريا تقدر طبعا مش هتهلقه يعني بسرعة بس تقدر تتحضر كميات بإذن الله يعني خصوصا الناس اللي عايزين يجربوا الحاجات اللي تحتاج كميات كبيرة برضو انا نفس الفكرة هنا محضر جرافين كونتم دوتس وجرافين اوكسايد كمان محضره من الستريك اسد وجرافين اوكسايد مقرف في تحضيره مش سهل تحضيره هو هنا بيقول ان هو طالع معك جرافين اوكسايد كويس بيعتمد على الزمن بتاع التحضير يعني هو هنا مثلا يقول لك ايه يقول لك اجيبنا سيتريك اسد مثلا وهطناهم في بيكر وسخنناهم عند امتين درجة انا هكلمك عن التسخين بإذن الله سهل ان شاء الله مش صعب يعني سخنا عند امتين درجة لو اصابهم خمس دقايق بحاجة تكونت لو اصابهم تلاتين دقيقة اه اظن لغاية تلاتين دقيقة واحد منهم تكون لغاية ساعتين تاني يتكون يعني هو لو اصابها تلاتين دقيقة جرافين كونتم دوتس تتكون لو اصابها ساعتين الجرافين يتكون هو حتى شارع حاجة زي كده اقيل لك ان انا لما عملت لما عملت تفحيم لو لو ما كملتش للاخر يعملك الجرافين يعني شيء جرافين كده بس محدود ومتقفل الساعة بتاعه مش كبير لو كملنا التفحيم بتاعه يعمل لك فدي سكة ممكن مليون حاجة تعملها معاهم مليون حاجة اللي بيشتغل على سكة الجرافين والجرافين وكلام ده لكن عايز انا بيها ان ده مثلا اللي انا فاكره ان هو كان منشور عشرين عشرين يعني ريفيو حديث يعتبر بيتكلم انه خصوصا من السيتريك اسد انه اكتر حاجة الناس بتشتغل منها السيتريك اسد اللي بيطلع منه كاربون دوتس بيطلع منه جرافين كونتم دوتس بيطلع منه كازا حاجة تانية لسه بيحتاجين فهم اعمق للعلاقة ما بين التسخين ودرجة الحرارة والزمن والعوامل المختلفة اللي بيحضروا بيها دي وما بين الشكل النهائي اللي طالع هو لسا عزي روط ما بين طرق التحضير المختلفة وبين الشكل النهائي وقعد يناقش حاجات كتير من ضمنها ان انت على كل طريق تحضيره على كل زمن مختلف على كل درجة حرارة مختلفة ممكن تطلع اعجات واشكال تانية مختلفة لك انا الكربون بيتعبني جدا ان في واحد ممكن ياخد السيتريك اسد ويدخله جوه فرن مايكرويف ويفحمه اللي طالع معايا يقولك ده جرافين كونتم دوتس واحد تاني يقولك لأ ده كربون كونتم دوتس مايتقالش عليها جرافين كونتم دوتس واحد تاني يقولك ده خريط من الاتنين واحد مش عارف يقولك فيه فيه خلافات في شغل الكربون لكن في النهاية الناس بتحكمها في ايه في الكربون التطبيق يقولك احنا جبنا المادة الفرنية حطناها في المايكرويف الفلاني بباور قد كده بزمن قد كده طلعنا مادة معينة عملنا فيها كذا 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 وقعين جربناها في التطبيق النفاية خلاص يقول انت لو عايز تنجح زي ما احنا نجحنا اعمل اللي احنا عملنا بغض النظر بقى احنا فيه اختلافات ما بيننا هل هو بقى ده فعلا الكوانتم دوتس هل هو ده جرافين كونتم دوتس هل دي كاربون دوتس بس تركيبها من جوه عامل ازاي عسف هما كانو المواد المتفحامة اللي طالعة دي فيها خلافات في شغلها وفي افكار طيب موضوع التسخين لعنمتين ده لان حتى الكربون كان دوتس تحتاج تسخين لعنمتين الاصل في المعمل ان يكون عندك حاجة اسمه هيتنج منتل زي كده بتاعك كده فيها تسخين من جوه هي تقدر تطلع لغاية دراجة حرارة عالية بتحط جوه منها حاجة اسمها راوند بوتن فلاسك فلاسك مدورة كده من جوه اه حوالي منها بدا فيه زيت عشان كده ده بقى اسمه هيتنج اويل باث حمام تسخين بالزيت زيت زي زي زيت فيه زيوت طبعا مخصوصة بس فيه ناس بتشتري يعني سامنة حتى او زيت الالية في البيوت يعني بيتصرف يعني الامتين درجة مش كتير قوي الزيت يستحملها يعني طب بيستخدموها وبيمسكوا الراوند بوتن فلاسك دي زي كده مثلا دي اسمع الراوند بوتن فلاسك بيحطوا الستريك اسد هنا وبعدين بيحط كل دي جوه الهيتنج منتل ويحط حوالي منها الزيت اللي قلنا عليه ويمسكها بقى من فوق اه المفروض دي تكون ممسوكة ليها هولدر كده يمسكها عشان ما تهربش طيق واحد حيقول لي احنا ما عندناش القصة دي كلها نعمل ايه مطبق بسيط خالص بيجيبوا الهوت بليت حتى فورن الشعل الكهرباء دي اللي بيشتروها حتى للبيوت لو حد ما عندوش بوتجاز بيشتري شعل كهرباء كده بيشتروا شعلة الكهرباء دي زي ما هي وبيحط فوق منها يا اما طبق بايريكس زي كده يا اما بيحط فوق منها حلة مثلا قديمة في البيوت حلة مصدية ولا كده بيجيبوها يا اما الاسهل واسهل بيجيبوا الصفيحة بتاعت السمنة صفيحة سمنة قديمة بتستحمل وبيحطوا جوا منها سمنة او زيت او نوعان السمنة حرام يعني غالية بس بيحطوا منها زيود بيحطوا منها اي حاجة سهل انها تسخن يعني متين مش كتير يعني بيحط الراون بوت الفلاسك دي جوا منها ويمسكها زي ما قلنا بالهولدر ويسخنها بديه اما حاجة هو بس محتاج ترمومتري يزوط لدرجة الحرارة يتأكد ان هو ويعلي ويوطي الكهرباء في الشوية في الشوعة لا يعني او في معرفش بيسموه سخان كهرباء بينا على السخان الكهرباء ده يتأكد من حرارة مزبوطة طب يتأكد ازاي في ترمومترات بتتبيع مع محلات الاكل محلات المطابخ الكبيرة بيبيعوا ترمومترات كده عشان ستات البيوت بيعايزين يعرفوا الزيت درجة حرارة وكيما فبيتحط ترمومتر كده في الزيت بتعرف درجة حرارة وزاي وفي ترمومتر من غير يعني مش مش محتاجة معهوش بروب بيتحط فيه كده هو ترمومتر اي ار كده الواحد وبتقربه ودوس على الزرار هو بيقراه يقدر اتحركين فأظن شابه اللي كانوا بيعملوا عشان كورونا ده وكده بيحطوا طرجة حرارة بس ده اي ار يعني بيعرف يسل الحاجات دي فالترمومتر مش سعب اهم حاجة انت تثبط لنا بس طرجة حرارة ان اللي جوه ده يبقى متين او الازاز حتى يبقى سطحه متين خلاص وتسخنه زي ما قلت لك في اويل باس اسهل من كل الفيلم ده المايكرويف يفحى من حاجة على طول وزي ما قلت لك انت ممكن تجرب شو ايه ابسط حاجة شوات سيتريك اسر تحطه في المايكرويف مثلا خمس دقايق زي ما الناس بتيعمل وتجرب تشوف حيطلع معاك الكاركتيريشن زي ما الناس عملية ولا لأ وبرده دالي سيزباج كلمنا عنها وقلنا ان فيه ناس بتحط دالي سيزباج وفيه ناس ما بتحطهاش بس اغلب العبحاث بتوع البيو بيستغلوا دالي سيزباجك عشان الشوائب وكده اظن اغلب العبحاث اللي بيشتغلوا تطبيقات بي ايه وحاجات زي كده مفرش معهم دالي سيزباج قبل اللي هي صاريتي الترشيح بتاعتها شان تنقيه من اي شوائب لسه معاك وكده يعني اتمنى ان حكون فتحنا الموضوع وبأكد بعض المرة الاخيرة انا مشتغلتش فيديو والله فبص على التعليقات لعلها وعاست لها احد الزملاء مشكورين جاء على على الفيديو قال لك لا خلي بالك انت غلطان في كزا انا والله هانيش قدنا مشكلة انا اي حد بدام هدفنا الصالح العام بدام حد شايف ان في حاجة غلط شايف ان في حاجة تتعدل احنا كلنا متساعد بعض وكلنا متعلم نبقى انا يعني ما فيش حد يتكبر على العلم يعني فنسمع منهم تعليقات ونشوف ايه رأيهم يشوف هم مقتنين بكده مش مقتنين بكده احنا بس نفتح طريق علشان ايه لما واحد يقول لك ان انا ممكن احضر من من سترك اسد عند تسخين عند متين ده ده في ناس يعني بيطلع عينهم عشان الجرافينوكسايد ده خصوصا متوقع الاسمنت وبتوقع مواد البناء والكلام ده عايزين يعملوا وبحاثة عن الجرافينوكسايد ومعزين يشترك انه طريقة سهلة يحضروا بيها فقصونا ده من ضمن الطرق اللي تساعد معا كمية سترك اسد ويسخن عن طريقة حرارة زي المتين ويكمل على بحث زي كده ويجرب المادة اللي طالع معايا خصوصا لو دت معانا نتيجة مش هيفرق معانا قوي بقى ازا كان فيه خلافات في الكاراكترزيشن ولا لأ اهم حاجة دت معاك نتيجة في الاسمنت ديها هتوكل على الله ربنا سهل تنشر البحث ان شاء الله وتدديها اتمنى تكون فكرة واضحة عن الاسم نكمل بقى ان شاء الله الفيديوهات اللي جاي شكرا